بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة وعبوث الرحمة العالمين علاج ناقي لظاهرة الاكتئاب التي يعاني بها أكثر الناس اليوم إلى مرحيم ربي أكثر الناس اليوم ابتلية بالاكتئاب والحزن الشديد بسبب أنه يعانيه من أزمات لا تحصى والعلاج في السنة النبوية يعني كسير من الناس يعني يعاني من الاكتئاب والحزن الشديد والهم سأقول لحضرتكم علاجين يعني ناقي عين من السنة النبوية للاكتئاب كافر عنها أكثر الناس لحولكم بسبب الجهل بالعجم الشرعية يعني إحنا لو بحثنا في السنة هنلاقي لكل شيء دواء ما يتركت السنة ولا يترك القرآن شيئا الرسول صابق في الحديث وهذا حديث عظيم ما من مؤمن يصيبه هم أو حزن ثم يقول اللهم ثم يقول اللهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عد في قضاءك اللهم إني أسألك بكل نسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا وكان حقا على رسول الله تعالى عز وجل أن يبدل هماه فرجا وحزنه فرحا الصحابة قالوا إيه أفلا يا رسول الله أفلا نتعلمهن فقال عليه الصلاة والسلام حق على كل من سمع هذه كلمات أن يتعلمها حق يعني نازم يتعلمها يبقى أنت لو قلت الدعاء العظيم ده من له مرة كل يوم مرة ألقى جدا لكتاب من شاء اللي بقول دي رصوص عسام البول رصوص عسام آل ما من مسلم يسيبه هم أو حزن فيقول اللهم اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن أمتك ناصيتي بيدك معظم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في عم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نورة ربيعة قلبي ونورة صدري وجلاء حزني اللي حقول الكلمتين حق على الله سبحانه وتعالى أن يبدل همه وفرجة يبقى أنت لو عندك مصيبة عندك ضيق ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله وأن يبدل حزنه وفرح إذا كان عندك حزن في القلب ربنا سبحانه وتعالى هذا الحزن بفرح هناك أفضل من ذلك هذا العلاج الأول هذا الحديث حفظ دعاء كل يوم يجب أن تقوله كل يوم شفاء من الاكتئاب أو قاية من الاكتئاب والحزن والهم وتفريجة للهموم والمصائب التي نعاني منها الدواء الثاني الزكر العظيم الذي حاول أن يقوتها بالله الذي غفر عنه أكثر الناس يجب أن يكون لك ورد من الذي حاول أن يقوتها بالله كل يوم على أقل مئة مرة أو أكثر كلما يزد كلما كان أفضل لماذا؟ عن سيدة أبي هرير رضي الله عنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من تسعة وتسعين داء أيصارها الهم أيصارها الهم لحول قوة بالله تقال على الأقل كل يوم يتمر لماذا؟ ينبقى في الحديث وهذه الأحاديث أحاديث حسنة حتى جمهور العلماء جمعوا الحديث لكلها لأن كلها بطرقها حديث حسن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا يعني لم يوصب بفقر أبدا إذن لا حول قوة بالله تنفي الفقر تبسط الرزق تدفع البلاء لا حول لا قوة إلا بالله شفاء تدفع سبعين بابا من البلاء أي صارها الفقر إلا بالله يكررها في كذا حاجة واللي يدل على كده الحديث إن كان في سنهية ضعفة يتذكرون مفسرون لا أرجو أن يكون صحيحا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما يتق الله يجعلهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب في صورة الطلاق جاء الصحابي الجليل كما جاء في الحديث مالك بن عوف الرسول عليه السلام قال فرجع إلى زوجته وقالت له ماذا قال لك رسول الله قال لها لم يكن لي شيئا إلا قال لي أكثر من لا حول لقوت الله فجلس يقول لا حول لقوت الله حتى الصباح طول الليل فإذا بالباب يطرق فإذا بالابن المأصور يدخل عليه من الباب فقال له الأب كيف نجوت يا ولدي قال يا أبي لا أعرف ولكني وجدت الأغلال تنفك عني روايدا روايدا فإذا بيه حر فخرجت فوجدت غفلة من المشركين وكان معهم إبل فاستقتوا الإبل وكأن يا أبي وأنا أمشي وكأن وكأن الملائكة تحملوني إليكم على أجنحتها شوفوا الفضل العظيم في الحلقة في يكفي أنها كنز من كنوز الجنة عندما تقولها مرة واحدة يدخل لك كنزه في الجنة أفضل من كل أرضها كلها عندما قلت لحول قلت لها مئة مرة ربنا يزود ملكك في الجنة قد كرأة كلها فإذا هي عظيمة في الدنيا وعظيمة في الآخر في الدنيا شفاء من 99 ده أي صورة الهم وتدفع سعبينة ملل بلاء و كنز من كنوز الجنة و نبتم في الفقر وتبسط الرزق علاج من السحر ملاقب لا تقصر يعني كل ما ستقولها مرة سيقرز لك نخل أو شجرة في الجنة يسير الراكب وفي ذلك مئة عام لأبلغ أخير يبقى تزود مراسك في الجنة قد حاول القتل بالله لها مراقب لا تحصل فياريت الدعاية اللي أنا قلته هل سأكتب لكم الحديثين دول تحت الفيديو هاريت كل واحد سامعني دلوقتي ما تسيبش نفسك فريسة للهم والحزن والحزن والاكتئاب لأن الاكتئاب والحزن يقتل يقتل إنسان يقتله يعني جاء في كتب أهل الكتاب وحديث سيدنا سيدنا سليمان عليه السلام مر على 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 غراب ف على النصر أسف فلاقى النصر بيتنسل أجنحته ريشه ريشة ريشة غيرت ما خلاص بقى على فلاقى ما لك نصر فقال له النصر الهم الهم يا لبي الله عشان كده المثل الصحيح المثل اللي بيتقال الفكر يسل النصر المثل صحيح الفكر السلي النصر الهم يقتل الإنسان فما تسيب نفسك فالهم العلاق في السنة النبوية الدعاء ده حاول تقوله كل يوم وأكسم اللي حاول القوت بالله بنيت الشفاء من الهم والحزن مع اختصاب كل اللي احنا قلناها من السوابات والوجوه والأجرم فهلية نحكتبكم كلام ده ونسخوه ونسخوه ونصر العظيم في ثواب العظيم العلم علما في النهو أجرم عام بيوم القيامة لانكم زينك مجرم شي تفعيل الجرس واشتراك في